نزيف حد وعنيف ذك الذي أصاب أسعار النفط لتجرى الظهب الأسود نحو أسوأ أداء يومي له منذ نحو عام ونصف العام بعد أنهوت أسعاره بعشر في المئة مبددة مكاسب متراكمة لأكثر من ثلاثة أشهر معطيات نرسمت خمس أسبوع من الخسارة المتتالية لأسعار الخام بفعل تهديدات عودة العالم للإغلاق العام وضعف الطلب في أعقاب اكتشاف السلالة الجديدة في جنوب إفريقيا صنفتها منظمة الصحة العالمية ضمن خانة المقلقة انهيار حاد فقد عبره النفط أكثر من عشرة دولارات من قيمته في ظرف جلسة واحدة توجت سلسلة جلسات أسبوع متقلب بفعل تدشيني جو بايدن حربه ضد تحالف أوبيك بلاس حاولت خلالها أسعار الخام مقاومة ضخ كبار المستهلكين الملايين من براميل النفط من مخزوناتهم الاستراتيجية في السوق بين الارتفاع طارة والتجاهل طارة أخرى غير أن الاستقرار الهج للذهب الأسود سرعان متلقى ضربة قاصمة بانتشار وابل من الأنباء السلبية المتسارعة والقادمة من جنوب إفريقيا باكتشاف السلالة الجديدة غموض وتضارب في التكهنات تضفي مزيدا من الضغط على أعضاء تحالف أوبيك بلاس المنتظر اجتماعهم الخميس المقبل في لقاء يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات في ظل التهديدات الوبائية المتفاقمة